السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من غزة العزة من أرض الفداء والثبات من أرض الصبر والاحتساب والرضا بما قصم الله عز وجل نبرق بهذه الرسائل ونرسلها للمسلمين لا ندري لعلنا لا نلقاهم بعد عهدنا هذا فنسأل الله أن تكون هذه الكلمات حجة لنا لا علينا أما الرسالة الأولى فنقول للمسلمين إننا موحدون مسلمون راضون بما قصم الله عز وجل لا نعترض ولا نقمط ولا نيأس من روح الله وموقنون أن الفرج قريب عاجل وسيأتي من حيث لا نحتسب قال الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا والله إننا لنزلزل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ونحن والله قد مستنا البأساء والضراء وأصابنا زلزل في قلوبنا وفي نفوسنا ولكننا لم نقمط من رحمة ربنا قال الله ولا تيأس من روح الله لم نيأس من سوق رحل إلى ربه نحسبه في الشهداء ومن بقي ينتظر فرجا قريبا وما ذلك على الله بعزيزه أما الرسالة الثانية أنت يا من تسمعني تستطيع أن تنصرنا ولو بالدعاء فالدعاء سلاح المؤمن لا تستهينوا فيه إن كنت غير قادر أن تقدم شيئا كبيرا يعذرك الله به يوم القيامة فليس أقل من الدعاء اجمعوا أطفالكم حولكم وادعوا لنا ادعوا لنا في سجودكم تصدقوا وادعوا قدموا بين يدي الله وادعوا لنا فإننا بأمس الحاجة للدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشتد فيه الكرب يرفع يديه إلى الله ويدعو ويدعو وهو موقن بالإجابة الثالثة نريدكم أيها المسلمين يا من تسمعون هذا المقطع أوصلوا أصواتنا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فما زال في الأمة ميام ينظرون الأبابيل تأتي والله لربما لو أتت لقدفتنا وقدفتهم بالحجار ولا حول ولا قوة إلا بالله انشروا ما يجري عندنا انشروا أخبارنا صور أطفالنا المقاطع التي تخرج هذه الأنقاض التي أصبحت في كل مكان لا مكان آمن في غزة بنايات مربعات سكنية سقطت على رؤوس ساكنيها دون حتى صادق انظر وأناس من إخواننا أحبابنا قد تم شطبهم من السجل للمدن في عائلة واحدة مئة شهيد وفي عائلة خمسين وفي عائلة أربعين ومنهم من ينتظر واللهم يستعاني لا نقول هذا الكلام إلا لعلكم تجدون عذرا غدا يوم القيامة تجدون عذرا بين يدي الله سيسألكم الله ماذا قدمتم للمسلمين هل الدعوات تحتاج إلى حدود وسدد هل خروجكم في الشوارع تنادو الناس وترفع أصواتكم تذكر الآخرين وهم نيام على الأقل تُعذر آم الله عز وجل سبحانه تعالى والله الذي لا إله غيره أن هذه المحن ستنقلب إلى منح وما بعد هذه البلايا إلا عطايا وسيبزغ الفجر رغم هذا الظلام فقد اشتدت وطال ليل الظالمين وقد تأدن الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده ولو بعد حين والله لقد مات في هذه الأحداث خيارنا سبحان الله في كل عائلة يرحلوا خيرة أفراض هذه العائلة انتقاء والصفاء والحمد لله رب العالمين لا أريد أن أطيل عليكم أحبكم في الله أوصلوا رسالتنا أوصلوا أصواتنا دماءنا الجارية على الأرض تستحق منكم سعيا حقيقيا اخرجوا من دائرة التواصل الاجتماعي فاعلوا الأمر بشكل أكبر والدعاء وصية بيننا اللهم نصرك الذي وعت اللهم نصرك الذي وعت اللهم نصرك الذي وعت اللهم صبرنا وثبتنا واكتب لنا حسن الخاتمة وجعلنا في عبادك الصالحين الأبرار في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لقاؤنا ربما يكونوا في القدس كما قال من سبقنا أو في جنات عدن هناك حيث لا فراق ولا غياب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته